اشتركوا في القناة العقاري عقاري حيث يشمل التقرير ابرز البيانات والمعلومات والاحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين التي تستهدف المطورين والمستثمرين ومزاولي المهن العقارية وصناع القرار بهذه المناسبة اكد الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري اكد ان منصة بنك المعلومات العقاري عقاري تجسد ما تليه مملكة البحرين من اهتمام بتطوير الانظمة وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ومنها القطاع العقاري باعتباره احد القطاعات الواعدة وتابع بان هذه الخطوة تأتي موازية للدور المنات لمؤسسة التنظيم العقاري بان تكون مصدرا رئيسيا للبيانات والمعلومات والاحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في المملكة وبما يتسق مع تحقيق اهداف الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 نحو قطاع عقاري مستدام ومحرك ايجابي للقطاعات الاقتصادية الاخرى اشتركوا في القناة والآن نتابع معكم أداء الأسواق المالية الخليجية وللحديث حول آخر مستجدات أسعار الفائدة والاستثمار يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف من قبرص الأستاذ واء الراشد مدير تطوير العمليات في شركة ديفست مرحبا بك في النشرة الاقتصادية ما هي توقعاتكم حول أسعار الفائدة؟ هل سينخفض الفيدرالي الأمريكي الأسعار في وقت قريب؟ وإلى أي مدى يؤثر هذا على قرارات المستثمرين؟ متحياتي بداية لما نتكلم ونحكي عن أسعار الفائدة هناك عوامل لازم تتوفر لحتى يبدأ الفيدرالي في البحث أو التفكير بخفض الفائدة من أهم العوامل في عامل المهمات اللي هو عامل التوقيت اللي هو متى ممكن أن يبدأ الفيدرالي بالتخفيض والعامل الآخر هي كمية التخفيض كم مرة ممكن نشهد التخفيض بالوقت الراهن وبعد قراءات مؤشر CPI والPPI بالأسبوع الأخير لاحظنا تراجع في التضخم المالي بالولايات المتحدة طبعا مثل هذه المؤشرات مهم جدا كمان نعرف كيفية التعامل معها كيفية التعامل معها وتماشلا مع نهج الفيدرالي بمراحل صنع القرار الفيدرالي اليوم عمليا حتى يبدأ في خفض أو التفكير في خفض أسعار الفائدة هو محتاج لثلاث عوامل المجتمعات سوية اللي هي الثقة أولا الثقة يعني عمليا بأن المسار التضخم منخفض ولازم يكون عنده ثقة كاملة في سلسلة عينات يعني ناخد بعين على سبيل المثال من بداية العام آخر مرة فقط شاهدنا تراجع في قرارات التضخم في معدلة التضخم نعم بينما من بداية العام نحن كنا نشاهد دائما ارتفاع فهذا الأمر أو هذه العينة غير كافية لحتى ياخد فيها التفكير قرار خفض الفائدة النقطة الثانية هي الاقتراب من الهدف اللي هو نشوة التضخم اللي هي 2% وثالثا كل ما يتعلق في قطاع التوظيف طبعا توفر ثلاث عامل تمنح الفيدرالي استقاء للبدء بالتفكير والتخطيط لكيفية خفض الفائدة بالوقت الراهن ونستهد طبعا للبيانات الأخيرة للشي في آي والفي بي آي بحسب رأي احتمالات تقريبا 70% الفيدرالي يبدأ بأول تخفضات لإله من شهر سبتمبر للعام الحالي طيب سيد وائل في المرحلة الحالية ما هي هي أهمية تنويع الاستثمارات خاصة مع وجود توترات جيوسياسية في المنطقة؟ بلا شك تنويع الاستثمارات كان وما زاله من أهم استراتيجيات التداول لأي محطبة استثمارية احنا دائما نقول تنويع الاستثمار هام جدا أولا إذا نخذ بعين الاعتبار التقلبات الجيوسياسية التي نشهدها اليوم بالشرق الأوسط خاصة من عام 1948 للأسف الشديد الشرق الأوسط يشهد حروبات ومناوشات وإلى آخرين فتنويع الاستثمارات بمنح المحطبة الاستثمارية نوعا من الأمان من ناحية أولى احنا نحكي على أسعار أو أسواق اقتصادية التي تتأثر من هذه التقلبات لشكل سلبي وأخرى التي تتأثر بشكل إيجابي عمليا المستكمر أو المحطبة الاستثمارية التي تشمل تنويع الاستثمارات هي عمليا المحطبة التي تكون فيها عوامل اثنين عامل الأول لأنني عندي إدارة مخاطر اللي فيها أنا بتتجنب لا سمح الله انهيار اقتصاد أو تراجع اقتصاد بشكل مؤقت وبالإضافة أنا عميلا بكون مشتثمر وبستغل ارتفاع اقتصاد آخر أو سلعة أخرى أو أي سهم آخر فبهذه المعادلة بتنويع الاستثمار أنا بمنح المحطبة اللي إليه أنا بمنح الحساب اللي إليه ما يسمى أكثر إدارة مخاطر سليمة وبالمعادلة الأخيرة أنا بكون دائما بنتيجة إيجابية نعم الأستاذ وائل رشد مدير تطوير العمليات في الشركة إيفست كنت معنا من قبرص شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك